اشتركوا في القناة لأسر الضحايا وللشعب العراقي الشقيق داعيا الباري أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ببرقية تعزية ومواساة مماثلة إلى معالي الدكتور عاد العبد المهدي رئيس الوزراء العراقي عبر فيها سموه عن خالص تعزيه ومواساته في ضحايا الحادث الأليم ترجمة نانسي قنقر